ها هي السيدة فاطمة صاحبة السبع والاربعين سنة من ولاية غيليزان تظهر مجددا على شاشة البلاد وهي متفوقة في امتحان شهادة البكالوريا بمعدل 12.92 بتقدير قريب من الجيد بعدما كانت تحضر لهذا الامتحان عبر حصص الدروس الخصوصية والتي توقفت عن الدراسة سنة 1992 الحمد لله ربي فرحني بشاهدة البكالوريا سبق لي أنجز في قانة البلاد في الويمارس والحمد لله الجهد التاعي كلنا بالنجاح وكانت عندي مسؤولية الأسديدة التوعي والآهل التاعي مام ولدتي والحمد لله ربحت بتقدير قريب من الجيد 12.92 92 لهنا راني جبته الإرادة اللي كانت عندي خلاتني نداول الاشتراعي ومام الأسديدة كف اللي كنت عندهم أنا كنت عارب اللي غادي تربح بصو كانت من الآوائي اللي عندي في القسم كانت تسقسي كانت تحفز التلاميذ كان عندها اللامسنا في هالإرادة فاطمة كان حلمها الوحيدا تدرس الحقوق وها هو اليوم تحقق الحلم بفضل مطابرتها وإرادتها القوية رغم المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها منذ عدة سنوات كنتم تمني من بكري الحقوق وجبالي ربي حتى عندي نتمنى إن شاء الله نسجل واللعج ربي يعطوني هذا التخصص غم المشاكل الاجتماعية تعيكي ما رأني تكرتها مقبل ما أنا مرأة مطلقة ومستأجرة بل كالحافز الكبير اللي كان عندي باش نجوز شاية الباكرية أني كارية هذا المساج يوصل للسيد الوالي وليما المقاولي لغي مشكلتي في السكن هذا وتبقى فاطمة مثال للمرأة المثابرة والمكافحة في سبيل تحقيق حلمها رغم قساوة الحياة التي أصبحت تعيشها وتربية أبنائها لتتحدى كل الصعاب وتتفوق في امتحان الباكالوريا المصيري فهنيئا لها